خلينا نشوف ازاي ان الزراعة بتواجه العاصفة الترابية والتقس السيء تعالوا نشوف التفاصيل اللي اعلنتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في عدة قطاعات بالوزارة منها مدراء ووكلاء الزراعة بـ 28 مدرية أو 28 مدرية بالمحافظات المختلفة والإدارة المركزية للمحاصيل البستانية ومركز تغير المناخ بالبحوث الزراعية وقاموا طبعا بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من خلال تفعيل غرفة عمليات إدارة الأزمات لمواجهة سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية وموجة السقيع وده طبعا بعمل ندوات وقوافل إرشادية وحملات مرورية لتوعية المزارعين بمخاطرها وأيضا تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية لحماية المحاصيل الزراعية الشتوية وعدم تأثر الإنتاج وخاصة طبعا إنتاج هذه المحاصيل الشتوية اللي بتكون أكثر حساسية لهذه الموجات اللي بتكون فيها ثقيع بيكون فيها يعني رياح احنا بنبقى القنين شوية ولكن الحمد لله وزارة الزراع عندها خطوات استباقية ويمكن احنا بنحضر لده من فترة طويلة